السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع زي ما تعرفين أنا انتقلت لدبي وأعتقد خلال الأشهر القادمة أمور قرارة رح تتغير إن شاء الله حنشوف أجهز كثير حيكون في مراجعات أكثر لكن حاليا ولا شيء فرح أقتصر على فيديوهات إخبارية إذا تليفون جديد طلع أحكي عنه شوي لحتى ما ترجع الأمور إلى مجريها إن شاء الله وإن شاء الله برضه بالفترة هاي الأمور تتحسن والله يخف عن أهلنا في لبنان في فلسطين في سوريا في اليمن في السودان في كل مكان ليس لنا عن جد يا إخوان ليس لنا إلا الله والله أنا إن هذا صار إيماني في الموضوع فنرجع إلى الله يا إخوان عن جد أنا أحاول أنا مش بجاي أعمل خطبي هون ولكن هذا شعوري وحاسه واجبي إني أنا أحكيي لنفسي والمتابعين إنه لازم نرجع إلى رب العالمين ما إلا غيره بيمتحنا بيمتلينا ببن نصبر بدنا نتحمل بدنا نرجع له الله المستعلم شركة فيفو انا بعتقد انها شركة متميزة جدا لكن ما لها حضور قوي في بلادنا اتمنى انه هذا الاشي يتغير لان اعننت عن تليفونين هذول التليفونات بالعادة بكونوا لصين اعتقد سمعتوا فيهم كثير لهم سلسلة الاكس الاكس تسعين الاكس سبعين الثمانين وفي مية وهسا الاكس ميتين الاكس ميتين برو والاكس ميتين برو ميني هاي الاجهزة فلاكشيب من الطراز الرفيع هاي الاجهزة على المر السنوات الماضي السنتين الثلاثة اثبتوا انه عندهم كاميرات بنفسه اي جهاز فبصراحة اجهزة متميزة جدا والجديد هذا اللي نزل جدا متميز خلينا احكي لكم عن المواصلات اللي ذكروها في المؤتمر وان شاء الله يعني انا حاولت اتواصل معهم اذا صار نصيب وقدرت حصل هذا الجهاز رح اعملكم يعني مقارنة بينهم وبين الجالكسي وبين الايفون وبين حتى هواوي من ناحية الكاميرات يا رب تصبت اللي اعجبني كثير في المؤتمر انهم اعلنوا عن نسخة برو لكنه ميني هو برو بس ميني للناس اللي بتحب وبتدور على الاجهزة صغيرة الحجم فعندهم خيار بصراحة حاليا قوي جدا اتمنى هذا وجوده لانهم جهاز صغير بالابعاد وكبير بالاداء وبالكاميرات او ايش بدي احكي عن الوان الالوان اللي اجت متميزة جدا واكثر لون عجبني على نسخة البرو في لون ازرق بس مش ازرقيك يعني سادة ازرق بتغير مع الانهار معه شكله جدا فخم اسمه سافاير بلو طبعا في لون اسمه كاربون بلاك وفي لون اسمه مون لايت وايت انا بالعادة بحب الابيض بس كثير الازرق كان غريب يعني شكله يعني جذب وفي غري تيتانيوم اعتقد حيكون برضو حلو والميني برضو عنده اكثر من لون من ضمنهم التيتانيوم وغري اذا سامعين مروحة اسم مروحة اللابتوب حمي شوي وفي عنده لايت بينك وكلهم طبعا من زجاج بدرجع شوي لنسخة البرو يعني هون اهاي مش مراجعة انتوا فهمين اخوان هاي يعني معلومات عن الجهاز انا اعجبتني بدي احكي عنها الشاشات على الميني فلات على البرو منحني من جميع الاطراف هاي النقطة ممكن تكون جذابة جدا وممكن تكون يعني مش كتير حدا يحبها لكن انا بعتقد انه عملوها فلات شوي من كل الجهات فالمسكة حتكون جدا مريحة وانا جربت اشي زي هيك فذلك لا يعني انه كلهم منحنيات يعني اشي سيئ ورح توقع من ايدك اعتقد المسكة حتكون ممتازة الشاشة الكبيرة 6.78 انش الشاشة الصغيرة 6.31 انش فاول فرق هو الشاشات والحجم حتى بالابعاد والطول في فرق لذلك سموه ميني مع انه برو الشاشتين OLED LTPO 120 هرتز وبيدعم الدول بيفيجين والسطوع رح يوصل ل4500 نتس كل مواصفات العليا اللي بدك ايها موجودة في الجهازين وبالنسبة للأداء والمعالج لن يخيب ظنك عندهم معالج الديمينستي الجديد 9400 المبني على معمرية الثلاثة نانومتر الجيل الثاني معنا هذا الكلام ترانزيستورات كثيرة بالمعالج معناها هيسحب طاقة اقل برضو هيطلع حرارة اقل دايمنست انا بعرف انه مشهور انه بطلع حرارة المفروض المرة هاي في حلول للحرارة بالذات مع هيك معالج طبعا فيه نواة رئيسية في هذا المعالج اسمها الكورتكس اكس 925 هاي لحالها عندها تردد عالي 3.62% جيجاهرتز فالأداء اللي رح تشوفوا هون عن جد عالي جدا وكارتي الشاشة اللي مدمج مع هذا المعالج عنده 12 نواة فيعني حاطين الجيمينج في بالهم لذلك هو مش بس والله شكل فخم كاميرات حلوة رح تقدر تلعب جيمز على هيك جهاز طبعا بالتجربة الحقيقية ممكن امور تتغير لكن احنا بنحكي هسا عن المعلومات الموجودة والذكاء الاصطناعي حاضر يعني انا شوفوا الذكاء الاصطناعي بحس حالي مرات بحب احكي عنه ومرات ما بحب احكي عنه بس هو موجود حتشوفوا في تعديل الصور حتشوفوا حتى بتحسين اداء الالعاب فهو موجود وكل مرة بيحاولوا يدمجوا بطريقة انه يعطيهم افضل تجربة يعني انا مع هاي النقطة اما موضوع انه مثلا والله مسك للصورة زبط لي اياها بحس موضوع التصوير يمكن ما بديش كثير ذكاء الصناعي هناك بحب اصور صورة حلوة يكون فيها نوع من انواع الفنيات اللي هي الانسان بسويها والرامة التشغيل حيكون الاريجين الاس 5 على الاغلب رح نشوف اقل شيء ثلاث سنوات تحديثات من الشرك اتمنى نشوف اكثر منه الغريب في الموضوع البطارية البطارية على الميني اللي هو المفروض الجهاز الصغير 5700 ميلي امبير على البرو 6000 ميلي امبير بصراحة هذا رقم مذهل يعني مستحيل مستحيل اخوان انه ما ناخد اداء بطارية خرافي مع معالج من اعلى نوع وثلاثة نانو متر وبطارية 6000 المفروض والذكاء الاصطناعي موجود المفروض اخوان ناخد اداء بطارية ممتاز جدا الشحن السريع 90 واط 30 واط شحن لاسلكي يعني ممتاز ما عندي مشاكل مع الشحن السريع نجي نحكي عن الكاميرات والكاميرات هون ممكن هون الاهم ورح يأخذوا اشياء من الفيفو اكس مية اولترا تنحط بهاي الاجهزة وانتو عارفين ان شركة فيفو بتتعاون مع شركة زايس تبعت العدسات فعليا الالوان الصور اللي بتأخذها يعني انا شفت بعض المقارنات اخذ افضل صور بالفيديو ما شفت كيف اداءه بالفيديو بصراحة ولكن انا بأكد لك رح تأخذ صور خرافية بدنا نضيف انه عندهم رقاقة خاصة اسمها فيفو في ثري بلس لمعالجة الصور فاتمنى فعليا نشوف اشي على غير العادة فيعني كاميرا الرئيسية على كلا الجهازين تحمل حساسة جديدة من سوني اسمه ال-YT 818 حجمه واحد على 1.28% انش يعني الحجم كبير جدا مش واحد انش انا عارف لكن هذا حجم كبير مع معالجة صح سوفت وير صح اعتقد رح تأخذ تجربة صحة بيقدر يصور 4K 60 فريم HDR معنى هذا الكلام فيديو كثير غني بالتفاصيل غني بالالوان لازم نشوف كيف التجربة طبعا وبصور هذا الفيديو بقدرة عاشرة بيت العاشرة بيت تعني مليارات من الالوان مخزنة ووالداتا مخزنة بفيديو واحد ممكن نطلحها بالإدتنج بس احنا بدناش نعمل إدتنج احنا بدننصور ونأخذ نتيجة فأتمنى ان الموضوع آهك هو يعمل لحاله إدت هو يظبط يطلعنا الفيديو زي ما بدنا وفي عدسة جديدة تليفوتو 200 ميجا بيكسل البعد البؤري تباحها 85 مليمتر يعني حتجيب زوم كثير كبير ودقيق بتعمل 3.7x زوم انا شفت نتائج تصوير هذا الزوم العاشرة اكس كانت الجودة عالية يعني كانت عن جد صورة حلوة كثير وانا بحكي عن عاشرة اكس بعد العاشرة اكس صراحة مش مهم الميني ما عنده هاي الكاميرا عنده 50 ميجا بيكسل بتعمل 3 اكس زوم لذلك اللي بتدروع على البرو بدي يكون عارف انه عنده كاميرا 200 ميجا بيكسل بس للزوم طبعا فيه كمان كاميرا عريضة 50 ميجا بيكسل وفيه عندنا سيلفي 32 ميجا بيكسل واخيرا الاسعار نسخة البرو بتبلش سعرها 748 دولار في الصين وفيه لسخة بتكون 1 تيرابايت مع 16 جيجا بيكون سعرها 955 دولار كم هيوصلنا لو بديو جعب لادنا ما عندي فكرة بصراحة بس اتمنى ما يكونوا السعر يكون مبالغ فيه بحيث انه الناس ما تقبل على الجهاز الميني بيبلش 663 دولار السعر نوعا ما يعني حلو شو رأيكم بوصفات الجهاز هل ممكن تشتروا اجهزة فيفو هل عمركم جربته تشتروا اجهزة فيفو اشتركوا في التعليقات يعطيكم الف عافية بشوكم في فيديو قادم الى اللقاء